يسعى العلماء إلى اكتشاف أسرار الدماغ البشرية منذ عدة قرون ومؤخراً توصلوا إلى عشر معلومات مدهشة حول الدماغ ووصفوه بالجزء الأكثر تعقيداً في جسم الإنسان نتابع أشارت الأبحاث إلى عدم نضوج الأدمغة البشرية تماماً حتى بلوغ 25 عاماً والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً يعالجون معلوماتهم مع جزء من الدماغ يدعى اللوزة الدماغية وهو مرتبط بالعواطف يعتقد العلماء أن عقول البشر تصبح أصغر حجماً مع مرور الوقت وذلك لتتناسب مع الجسم والأنظمة العصبية التي ستصبح أصغر أيضاً مع مرور الزمن يحتوي الدماغ على 2% من إجمال مياه الجسم أي أن 75% من مكونات الدماغ من الماء وبالمقابل ينتج عن تعرض الدماغ للجفاف ضعف الانتباه والذاكرة أظهرت الدراسات أن الدماغ لا يشعر بالألم بنفس الطريقة التي يتألم بها أعضاء الجسم الأخرى وغالباً لا يخدر الجرحين الدماغ أثناء العمليات العلماء اكتشفوا أن الدماغ قادر على تخريب النظام الغذائي فعندما يكون الإنسان في حمية ولا يحصل الدماغ على الغذاء يعمل على إرسال تنبيهات الجوع للإنسان العلماء في جامعة لندن وجدوا أن الجزء المسؤول في الدماغ عن الذاكرة أكبر بكثير عند سائقي الأجرى من الأشخاص العاديين وذلك لأن دماغ سائق الأجرى يحتوي على حصين أكبر بكثير من باقي الأشخاص ويقول العلماء أن السبب في ذلك هو الشوارع المعقدة يحتوي الدماغ البشري على الفص القادلي وهو الجزء الذي ينظم عملية الرؤية وهو في الواقع بعيد عن العين ويوجد في الجزء الخلفي من الرأس مؤخراً كشف الدراسة عن علم الأعصاب البشري أن الأدمغة البشرية تعمل بالكامل وليس فقط 10% منها وذلك في معظم الوقت حتى أثناء النوم اكتشف باحثون أن موجات الدماغ تتأثر بوجود الموسيقى ويصدر الموجات مع الإيقاع الموسيقي وفقاً لدراسة أجرتها جامعة مونتريال أكدت أنه يمكن لبعض المكفوفين الرؤية من أذانهم إذ قد يرون الأصوات في نفس الجزء من الدماغ الذي يستخدمه الأشخاص المبصرين لمعالجة المعلومات البصرية ترجمة نانسي قنقر